الشمبانزي العبقري الذي يسكن الغابة تخيل أن أحد أقربائك يعيش في أعماق الغابات لا يتحدث لغتك لكنه يعرف كيف يصنع أدوات يتعاون مع جماعته ويقرأ مشاعرك بنظرة واحدة هذا ليس خيالاً علمياً بل حقيقة علمية إنه الشمبانزي الكائن الذي لا يختلف عننا كثيراً أكثر مما نود أن نعترف به ذكاء الشمبانزي أكثر من مجرد غرائز حيوانية اكتشف أسرار ذكاء الشمبانزي في هذه الرحلة التي تفتح العيون الشمبانزي ليس مجرد قرد إنه عبقري بإمكانه استخدام العصي لصيد النمل الأبيض وصنع الإسفنج من الأوراق ليشرب الماء من تجاويف الأشجار عالمة الأحياء جين جودان كانت أول من وثق استخدام الشمبانزي للأدوات وهو ما غير نظرتنا للذكاء الحيواني بشكل كامل اختبارات حديثة أظهرت أن الشمبانزي يستطيع التفوق على الإنسان في بعض اختبارات الذاكرة البصرية السريعة لا يعيش الشمبانزي بمفرده بل ضمن مجتمع معقد يشبه البشر بدرجة صادمة هناك قائد غالباً ذكر قوي وذكي وهناك تحالفات سياسية بين الأفراد وسلوكيات دعم غدر مصالحة وحتى تصويت غير رسمي في الصراعات وهنا المفاجأة الشمبانزي يشارك الإنسان في أكثر من 98% من حمضه النووي في بعض القبائل الشمبانزية تم توثيق أفراد يصنعون رماحاً خشبية ويستخدمونها لصيد حيوانات أصغر في تجاويف الأشجار علماء السلوك الحيواني يؤكدون أن اختلاف الأدوات بين جماعات الشمبانزي يعكس ما يشبه الثقافات المحلية نعم، لديهم ثقافات كيف يتواصلون؟ الشمبانزي لا يتحدث، لكنه لا يصمت يستخدم تعبيرات وجه معقدة إشارات يد مفسرة أصوات محددة تدل على الخطر أو الطعام أو الدعوة للعب نعم، هكذا يتواصلون قام العلماء بتوثيق أكثر من 80 إشارة مختلفة يستخدمها الشمبانزي للتواصل اليومي وفي إحدى التجارب، تعلم بعض الأفراد استخدام الرموز المكتوبة ولغة الإشارة البشرية الشمبانزي يمشي على أربع، لكنه قد يقفز، يقاتل، يعانق، بل وحتى يحزن على موت أحد أفراد مجموعته بطريقة تثير القشعريرة تشابهنا الوراثية معهم يجعلهم أقرب إلينا من أي مخلوق آخر على الأرض ولكن، على الرغم من هذا القرب، لا تزال الغابات تتقلص، والشمبانزي مهدد بالانقرام تواجه أعداد الشمبانزي تهديدات بسبب فقدان الموائن، والصيد الجائر، وتجارة الحيوانات الأليفة غير المشروعة إن جهود الحفاظ على البيئة ضرورية لحماية هذه الحيوانات الذكية والمعقدة ويمكننا دعم منظمات الحفاظ على البيئة والدعوة إلى الممارسات المستدامة حين تنظر في عيني شمبانزي، هل ترى قردا؟ يساعدنا فهم ذكاء الشمبانزي في اكتساب رؤى حول تطور وطبيعة الوعي ومن خلال دراسة سلوكهم، يمكننا أن نتعلم المزيد عن تاريخنا المشترك وأصول قدراتنا الفريدة يعتبر الشمبانزي بمثابة تذكير بالترابط بين جميع الكائنات الحية وأهمية حماية التنوع البيولوجي على كوكبنا إذا أعجبك هذا الفيديو، اضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد